المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من آثارها وتداعياتها وفي جلسته الاعتيادية الثالثة لسنة 2021 والتي انعقدت عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة معالي الشيخ حبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أشهد المجلس بالحملة الوطنية لتطعيم وتوفير اللقاحات المعتمدة مجانا للمواطنين والمقيمين للسيطرة على الجائحة وتداعياتها داعيا الجميع إلى المبادرة لأخذ التطعيم لحماية أنفسهم وأهلهم ومجتمعهم وللمساهمة الإيجابية في الجهود الاستثنائية التي يبذلها فريق البحرين وأكد المجلس أن اللقاحات المعتمدة لهذا الغرض تأخذ عن طريق الحقن بالإبرة في العضل وعليه فإن تعاطيها في نهار شهر رمضان المبارك لا يعد من المفطرات شرعا ولا يؤثر في صحة الصيام كما جدد المجلس دعوته إلى الأخذ بالأسباب والالتزام بالاحترازات المطلوبة والإرشادات والتوجيهات الطبية وخلال الجلسة نوه المجلس بالدور الأساسي للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم مؤثمنا مبادرتها النبيلة لوقف إطلاق النار في اليمن الشقيق كما ندد في هذا السياق بالاعتداءات الإرهابية المتكررة من قبل مليشي الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية الشقيقة واستهدافها المتعمد والممنهج للآمنين والأبرياء ولإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي واختتم المجلس جلسته باستعراض الرسائل الواردة وبحث ما يستجد من أعمال واتخذ بشأنها ما يلزم